هنا سؤال هل يجوز الأخذ بالرخص مع اختلاف المذاهب بالنسبة لمسألة الغسل من الجنابة هل تؤيد المجندين يأكلون القذرات أثناء التدريب أول إشياء مش مفتي الجيش المجندين وما شابه فهذا تحتاج إلى معلومات لم يأكلون القذرات وما شابه هل هذا لا يسبب لهم ضرر هل هذا يحتاجونه في حروبهم فبالتالي الحكم عن الشيء فرع عن تصوره فنذكر الحالة الأولى أن هذا الشيء إذا أكلوا ينضر ويتعرضوا للأذى وبالتالي لا يجوز أن يأكلوا الحالة الثانية أنهم لن يحتاجوا أن يأكلوا في حروبهم مع أعداء الدين فبالتالي لا يأكلونه الحالة الثانية أن هذا يؤكل بمقدار معين بحيث أنهم لا يصابوا بالضرب ولا بالمرض وهذا سيلزمهم عندما يحاربوا أعداء الدين فالحالة الثانية جائزة والحالة الأولى لا تجوز الرخص إخواني في الله ينبغي لك عن تفهم أن الرخص عند اختلاف العلماء أنك لا تختار الأسهل ولا تختار الأصعب وإنما هناك شيخ لك تسأله وهو يعطيك الصافي أما إذا كنت طالب علم فتدرس المسألة وتقف على الخلاف وأيضا لا تستغني عن شيخك في الترجيح الحالة الثالثة أنك لم تستطع أن تميز بين الأقوال فعندها تأخذ بالأحوط تأخذ بالأحوط هذا الشيء إذا مسست زوجتي يبطل الوضوء ولا لا يبطل خلاف تسأل شيخك تقف على الخلاف ما عرفتش مع كل هذا تأخذ الأحوط لا تجعل زوجتك تمسك وهكذا فهكذا تتعامل أما من تتبع رقص العلماء من كل مذهب فقد تزندق أي اجتمع فيه الشر كله ولا يذب الله اشتركوا في القناة